قتلت صديقاتها وعاشت هي هكذا يختار لك هذه الطريقة كل من يروي هذه الحكاية عن نهاد وصديقاتها الأربع فنهاد شكيب الطفلة البالغة من العمر 13 عاما تعرضت هي ورفيقتها لقذيفة أطلقتها البليشيات الإنقلابية على حي وادي القاضي الذي تقطنه في مدينة تعز قبل عام أثناء عودتهن من المدرسة اعترضت قذيفة طريق حياتهن لاستشهد كان جميعهن وتبقى نهاد وحيدة تحمل معها ذكريات الحادثة الأليمة قضعت قدرست الزينب بعدها نزلته وقعدها مرة ثانية بعدها وقى واحد't معرفوش سعفني إلى المشتشفى وبعدها استشهدت على أكتوة ودهني إلى الحكبة في يناير 2015 إثناء عودت من نهاد المدرسة سقطت قضيفة طبعا تقريبا من المنطقة الموازية من الستين مناطق التي تمركز فيها المليشيات فسقطت نهاد طبعا أصيبت نهاد بقروح بالغة في خدها وسقطوا بقانب نهاد أربع أطفال شهدها هنا في مدرسة الوحدة تدرس نهاد في الصف السابع من المرحلة الإعدادية وهي تحمل بين زوايا هذا المكان تفاصيل كثيرة عاشتها برفقة صديقاتها لكنها اليوم تخوض ما تبقى من مشوارها التعليمي وحيدة في تحدي واضح لحالتها النفسية نلاحظ أن أثار الصدمة كبيرة عليهم في حالات كثيرة مثلها هذه الحالتين أثار ملموس بينما الحالات الأخطر التي لا نعرف إلا باكتشافنا عن طريقة الأخصائية أو عن نتيجة الانتواء رفيقة نهاد هنا سلمان جيب هي الأخرى طالبة لم تتجاوز العاشرة بعد إصابتها بطلقة رصاص طائشة بالرأس أجريت لها عملية جراحية وتحتاج إلى عملية أخرى أيضا لإنقاذ حياتها نتوني وصعباتي جيمة من البير بعد أن قادت للطلقة هنا بعد أن وسعفوني للمتشفى وعملوا لعملية ولان ندرس مدرسة هذا الوحدة صف خامس انتهاكات مستمرة وقصص أخرى كثيرة بين فصول هذه المدرسة التي يتحدث القائمون عليها عن ضرورة برامج الدعم النفسي لتأهيل الطالبات فيها خصوصا لا تعرضن لإصابات وصدمات نفسية حمزة أمين قناة بلقيس تعيز